اشتركوا في القناة يعني احتفالا معدا له جيدا يعبر الحواجز ما بين ما يسمى في أدب نقاب صحفيين بين ملاك الصحف وصناع الصحف إذا كان الصحفيون هم صناع الصحف فأعتقد أن عصام اسماعيل فهمي رحمة الله عليه يعني كان واحدا من أهم صناع الصحف في هذا البلد وصانع الصحف غير يعني في الأصل غير صانع الصحف على الهامش احنا نشهد الآن ملياردرات ينشئونا صحفا كجزء من العلاقات العامة وجزء من مزينية العلاقات العامة لكن فكرة صناعة الصحف والإسهام في معركة الحرية واكتشاف المواهب وتقديم طاقات جديدة المجتمع هذه كانت صناعة عصام اسماعيل فهمي بامتياز اتنين الجزئية التانية اللي عاوز أشير إليها إنه فكرة صلتي بالأستاذ عصام اسماعيل فهمي أنا إلى أن استدعيت من قبل الأستاذ عصام اسماعيل فهمي لترقص تحرير جريد صوت الأمة في يونيو 2008 لم أكن أعرف الأستاذ عصام اسماعيل فهمي لكن بالطبع كنت أعرف عنه يعني الدستور الأولى ثم الدستور الثانية وصوت الأمة والصوت الأمة الرياضي وعين وقبلها جريدة نسائية أو جريدة منوعات أنا أعتقد أنه كل هذا النشاط الفياد وسفينكس من قبل والدور في شرائط الكاسد والدور في اكتشاف وتشجيع ومسندة مطربين كبار كنت أعرف كل هذا عنه بالطبع لكن لم أكن أعرفه شخصيا والحقيقة كانت معرفة الشخصية بيه مفاجأة شخصيا بمعنى أنه يعني من المعروف أنه الفترة الأخيرة فترة العشر سنوات الأخيرة في ظل حكم مبارك كانت كفترة شديدة القلق وكانت فترة يعني فيها تحديات صعبة جدا ومواجهات وفيها انشقاقات في السياسة بكفاية وأخواتها وانشقاقات في الصحافة سهمت فيها صحف عصام اسماعيل فهمي بدور كبير جدا الدستور وصوت الأمة ومع غيره لكن في هذا الجو المليء بالمخاطر لم أكن أتوقع هذا العناد الذي لقيته من مالك صحف كعصام اسماعيل فهم الحقيقة أنا لست في وارد أن أشرح أو أن أفسر يعني لأنه كان مجرد يعني الإقدامه على الاستعانة بيه كان مخاطرة في حد ذاتها يعني أيضا ما لاقيه خلال التسعة شهور التي أمضيتها في رئاسة حريصة الأمة من يونيو 2008 مارس 2009 جرت فيها يعني أصناف من الضغوط فوق طاقة احتمال البشر يكفي فقط أن نذكر منها ما هو شائع حين صدر حكم ضد عصام اسماعيل فهمي وهو في محنته الصحية المعروفة الطويلة حكم بسجنه ثلاث سنوات وتغريمه على ما أعتقد عشر أو اثناشر مليون جنيه في قضية ضرائب تافهة آية تفهاتها أنه بعد ذلك الحكم ألغي يعني تلقائيا وانتهى الوضع إلى البر كان الوضع الحقيقة مليئا بالضغوط لكن شهدتي أمام الله وقد نضى هذا كله من المؤكد حتى قبل عصام اسماعيل فهمي أنا عملت مع ناشرين حزبيين يفترض بي أن أكون متفقا معهم في التوجه السياسي وفي الموقف حتى ضد مبارك وقتها وغيرها لكن يعني شهدتي للتاريخ ولله أني لقيت من عصام اسماعيل فهمي في هذه الفترة العاصفة صلابة كانت فوق توقعي عنادا كان فوق توقعي طاقة احتمال هائلة جدا حولت عصام اسماعيل فهمي في نظري من مجرد شخص تعرف عنه إلى شخص تعرفه جيدا ومن ضمن صفاته رحمه الله القوي جدا هو عناده في الحق طبعا الكمال لله وحده لكن هذا العناد الذي لقيته في شخص عصام اسماعيل فهمي كان فوق أي تصور مسبق لي وآية هذا العناد المرتبط بالوفاء أنه بعد أن مضى هذا كله ومضى مبارك وبعد أن كنت من مارس 2009 حين تركت صوت الأمة إلى مارس 2011 ممنوعا من العمل أو الكتابة في أي صحيفة مصرية أن استدعاني عصام اسماعيل فهمي ثانية كنت في المرتين طبعا خلفا للأستاذ وائل الابراشي فهنا في خلافة وائل الابراشي أريد أن أذكركم بشيء له دلالة على مدرسة عصام اسماعيل فهم في قضية مشهورة جدا اسمها قضية رؤساء تحرير الأربعة اللي هي في محامي كده يعني منتح الصفة كان قد تقدم بدعوة ضد الأربعة ضد الأساذة عادل حمودة وابرهيم عيسى ووائل الابراشي وشخصي الضعيف هذا قبل أن أتي إلى صوت الأمة كانت والقضية الحقيقة صدر فيها حكم في المرة الأولى بالسجن سنة والتغريم ثلاثا بمقيمته أربعين ألف جنيه لكل منها كنت فيها متهما بإهانة مبارك كان الأستاذ برهيم عيسى متهما بإهانة جمال مبارك كان الأستاذ وائل الابراشي متهما بإهانة حبيب العدل وزير الداخلية كان الأستاذ عادل حمودة متهما بإهانة رئيس الوزراء وقتها أحمد نظيف الحقيقة كانت المفرقة يعني المثيرة للالتفات والمثيرة أيضا لابتسام وقتها نستدعان عصام اسماعيل فاهمي إن أنا قلت كده كملت يعني التلاتة عملوا مع الأستاذ عصام اسماعيل فاهمي اتباعا كرؤساء تحرير صوت الأمة يعني عادل حمودة إبراهيم عيسى والابراشي وحين جئت فقد أصبحت عصابة الأربعة كلها في بيت عصام اسماعيل فاهمي دي الحقيقة وقع ذات دلالة على فكرة إنه مش بس عصام اسماعيل فاهمي كان صانع صحف للصحف مش كجزء من ميزانية العلاقات العامة أو جزء من يعني ولا مجرد مكتشف مواهب وصانع أشياء ناجحة جدا لا ولا مجرد شخص عصامي يشبه يعني كاسمه لا هو كان كمان يعني يعني آوي للتمرد يعني فكرة التمرد على الوضع المألوف هنا عاوز أقول إنه حتى فكرة الفترة رغم الأولى في أيام مبارك رغم كل الضغوط وهي ضغوط هائلة جدا من الرئاسة ومن أمن الدولة ومن رجال أعمال كبار وأشياء يعني شنيعة جدا آآ أنا أعود فأؤكد شاهدتي أنه لم يطلب مني إلى أن غدرت لأنه طبعا كانت وصلت الضغوط إلى درجة آآ يعني يعني فوق طاقة آآ الاحتمال وفي نفس الوقت فوق طاقة أن أحمله بما يعني فوق يعني بما فوق ما تحمل آآ لم يطلب مني أبدا في كل هذا الوقت أنه يعني كان الموضوع الأساسي متعلق بنقد مبارك أو الهجوم على مبارك أو انتقاد العائلة أو يعني ده كان مجرى الخروج عن الناص لم يطلب مني لا تخفيفا ولا كذا كان واضحا في اتفاقه وفي اختلافه ولكن لكن لم يكن يلجأ في أي وقت وده الحقيقة يمكن العودة وده السمال الأخيرة التي أود الإشارة إليها أنه رؤساء التحرير الذين عاملوا معه الحقيقة رغم كل الكلام الكتير اللي احنا بنقعد نسمعه عن الفصل بين الإعلانات والتحرير كلام المدرسي ده والذي لا يطبق فيه غالب الصحف والفصل بين الإدارة والتحرير شهدتي وأعتقد أنه دي شهادتهم الأصيلة أنه كان مبدأ الفصل بين الإدارة والتحرير هو المجرى الأساسي للعمل إذا اتفق مع رئيس التحرير فهو يعطي له حرياته كاملة في صناعة الصحيفة وفي تحديد خطات سياسة وخطات تحريري كما يريد لكن فكرة التدخل طول الوقت أنت تحس أن في حد فوق دماغك أن في حد بيقولك دي لا دي آه دي أكذا الحقيقة الأستاذ الإصرام كان بعيدا عن هذا كله وبصفة القائية بيطبق هذا المبدأ الذي لا تطبقه أغلب الصحف طبعا فوق فكرة الإعلانات لأنه أكتر مرات كتيرة جدا رفض عصام إسماعيل فهمي رغم الإعلانات جزء جوهاري من صناعة أي صحيفة أو هي الجزء الجوهاري وأن كانت عصفة صحافة إسماعيل فهمي في فترات معينة أضافت فكرة التوزيع كمصدر دخل خاصة في الفترة التي كانت فيها صحف عصام إسماعيل فهمي هي الصحف المستقلة الوحيدة في هذا البلد كان في صحف حكومية صحف حزبية وهو أسس صحافة الخاصة في الملكية والمستقلة في المهنية لكن كثيرا ما رفض يعني حملات إعلانية ضخمة جدا لمحاول يعني اجتم منها رائحة محاولة تدجين خط الصحيف وشهدتي أن هذا الخط متصل إلى الآن سواء مع يعني ورسي هذه المدرسة أحمد عصام إسماعيل فهمي وانهال عصام إسماعيل فهمي ولست في حل من أن أذكر حملة إعلانية قريبة جدا لشخص معروف جدا حاول بها أن يشتري يعني خط الصحيفة أو حتى أن يؤثر في موقفها تجاه أنا أعتقد أن هذا المراس مما يحمل من جيل إلى جيل وأعتقد أنه أحمد عصام إسماعيل فهمي وانهال عصام إسماعيل فهمي سوف يحملان هذا الخط إلى غايته بإذن الله لأن الناس يا أخوانا كل الناس بتعيش وتموت لكن ما يبقى من الناس هو ذكرهم المتصل هو ما تركوه في هذه الحياة من أثار هو ما تركوه من أثر هو ما تركوه من أجيال يعني تمتن العطاءهم وتوصله وأعتقد أن عصام إسماعيل فهمي من هؤلاء الذين تفك عنهم أخوات الموت ويتصل ذكرهم إلى يوم يبعثون شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر